كان عندي علم حقيقة قبل ثلاثة أيام عن أنه الاتفاق تم والصيغة تمت قدمت مقترحات من قبل الحاج هادي العامري مشكورا وتم التراضي جميع الأطراف باعتبار أنه الاتفاق السياسي في أصل كان يدل على أنه تسليم مثل ما تفضل ضيفكم الكريم تسليم النفط اللي يقيمت اللي كمية أربعمائة ألف من خلال يباع من خلال شركة سومو ويصدر عفوا من خلال شركة سومو وتوضع أموال هذا النفط في البنك المركزي العراقي وتصرف نعم لرئيس حكومة إقليم كردستان وإشراف من قبل سيد رئيس الوزراء للحكومة الاتحادية وبقى بوضوع واحد هو موضوع الدخار الإجباري الإخوان طلبوا مهلة لعام أو ستة أشهر لأنه الإقليم عليه ديون مترتبة والحكومة الاتحادية هي بصدد مراعاة هذا الأمر وهي ليس بالضد أو بالند بالعكس هي تحاول أن تفك هذه الاختناقات وتحل هذه الأزمات لكن أنا أستغرب حقيقة أولا نتفق ونثق برئيس الوزراء وبما تقدمه الكتل السياسية الاجتماع الذي تم يوم أمس كان حاضر به السيد رئيس الوزراء وقادة الإطار التنسيقي كذلك ثم اعتلاف إدارة الدولة والسيد رئيس اللجنة المالية وأعضاء اللجنة المالية لا أفهم البعض لماذا يعترض الآن وإذا فتحنا الباب للاعتراض فلن تمر الموازنة منها لثلاثة أشهر أخرى لأنه بابا لا يغلق البعض يريد أن يسوق نفسه انتخابيا للمرحلة القادمة وهذا حقا لستم أحرص من رئيس الوزراء ولا من قادة الإطار التنسيقي الشيعي هم يعلمون المصلحة بالتالي من هو جزء من هذه المنظومة السياسية عليه أن يحترم القرارات أنا لا أقول ليس من حق النائب في المؤسسة التشريعية أن يناقش نعم له ذلك الحق ولكن بالنتيجة هناك مصلحة هناك انتظار الشعب العراقي ينتظر الحكومة ينتظر ترجمة نانسي قنقر